عدد خطيها حاجز الألف إصابة وزارة الصحة تتوقع زيادة معدلات الإصابات بشكل أكبر بفيروس كورونا نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الحاضرة الوزارة وفي اجتماعها مع خلية الأزمة النيابية وبعض مدراء المستشفيات وضعت حلولا استباقية لمواجهة الجائحة من خلال زيادة أعداد المختبرات لا سيما في قاطع رصافة وتوفير أماكن لحجر المصابين بطاقات استيعابية أكبر ازدادت الفحوصات وفي بغداد وفي بقية المحافظات وجدنا بأن الفحوصات السابقة قليلة جدا لا تتناسب مع عدد الإصابات الموجودة والمخفية وهي كجبل الجليدي 3-4 يكون مغمور في الماء والربع هو اللي بارز سواء كانت هذه الضمن خطة تعمل بها وزارة الصحة هو ليس مفاجئ بالنسبة لنا ولا للكوادر الصحية ولذلك كنا نحذر دائما من أن الإصابات ستزداد وأن الإصابات موجودة ولكنها مخفية وجدنا حقيقة هناك عدم التزام من قبل بعض المواطنين بحضر التجوال أو التزام بتعليمات وزارة الصحة ولا سيما من خلال التعليمات التي صدرت سابقا والتعليمات التي نحن باستمرار لإيصالها إلى المواطن الكريم اليوم أصبح من الضروري جدا على المواطن أن يلتزم بهذه التعليمات بعض زيادة نسبة الإصابات الكثافة السكانية في بعض مناطق العاصمة وبعض المحافظات أعصت مؤشرا خطيرا من حيث المصابين بعد تسجيلها أعدادا كثيرة من الإصابات فزيادة المختبرات بحسب مسؤولين سيعزز من الجهد المبذول من قبل الملاكات الصحية في الكشف عن الإصابات في الوقت الذي يتطلب تجديدا في تطبيق الحظر ومحاسبة المخالفين تم الاتفاق مع السيد مع الوزير الصحة وجميع كوادر وزارة الصحة المتقدمة على القيام بزيادة أعداد الفحوصات بعد ما شهدنا في الأيام القليلة الماضية قلة في عدد الفحوصات وتأخر في النتائج تم الاتفاق على فتح أكثر من أربع مختبرات جديدة لفحص البي سي آر في جانب الرصافة وكذلك في جانب الكرخ كذلك تم الاتفاق على بعض الإجراءات الأخرى مثل تخصيص بعض المستشفيات الكبيرة في مدينة الطب وفي جانب الرصافة لحجر المصابين وهذا موضوع مهم لأن الإصابات ازدادت بالفترة الأخيرة الحلول التي ستلجأ إليها وزارة الصحة في الأيام المقبلة ستكون كفيلة باحتواء ارتفاع الإصابات بالفيروس لكن يبقى التزام المواطن هو السبيل الوحيد للوقاية والقضاء على الجائحة من بغداد حسن الفواز العراقي الأخبارية ترجمة نانسي قنقر